خلونا نتكلم عن هو إيه حقوق الأباء إزاي نكرم الأب أصلا إزاي تكرم وتحب وتقدر وترفع من قيمة أبوك كرام الأباء حقه على الأبناء في البداية الواحد محتاج يعرف يعني إيه كلمة أب يعني إيه كلمة والد أبويا يقول لك لا ده أبويا الأب لا 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 إلا أبويا مقدر زمان يعني كنا بنسمع زمان يقول لك لا لا مقدرش علي صوته أبويا موجود ويبقى متجوز ويقول لك لا لا مقدرش علي صوتي أبويا موجود خلينا نبتدي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مين سيدنا أبو هريرة قال لا ترغبوا عن أبائك فمن رغب عن أبي يعني يبقى ليولي اختار حدتين فهو كفر كمان عشان تعرف قيمة أبوك يعرف أنه ينادى الإنسان يوم القيامة باسم أبيه فلان ابن فلان إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء أبائكم فأحسنوا أسماءكم من صفات الأب بأسنوا طبيعته إن لو الأب صالح هنعكس دبرك على أولاده وكذلك يجتبيك ربك وعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على مين على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق وكان أبوهم صالحة فأراد ربك أن يبلغ أشهد واستخرجك ليه بصلاح أبوهم بصلاح الأب والأم وإيه تاني الآية الجميلة والأخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذراكا ضعفا خوفوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا آه يبقى مش بالفلوس وصلاح الأبناء مش نانا قاعد وعوضي أعلى المدارس وانترناش وعوضي مش عارفة فين واللبس اللي مش عارفة والمركات اللي إيه والفسح والبرستيج لا 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 تقوى الله عز وجل وتعليم الأبناء معنى حب ربنا سبحانه وتعالى وإن الله هو الولي وهو الوكيل ووكيلك من كونك كل دوت هو الله سبحانه وتعالى يطبع على قلب ابنه ويطلع كده على قلب ويطلع ولد صالح ويبقى القلب بتاع ابنه كده متعلق بالله هو ده اللي بقى العاص بقى ايه اللي هيحصل أفصلا الولد لو طلع عاص هيتخلى عن أبوه يوم الأيام يوم يفر المرء من أبيه وأمه من أخي وأمه وأبيه طيب يبقى الصلاح وفعلا من صلاح الأب بيجي على صلاح الابناء ولو علموا كده الأب الصالح بينفع ابناء وفي الآخر مش بس في الدنيا لو إيه بقى لو الذين أمانوا زي الآية والذين أمانوا اتبعتهم زرياتهم بإيمان ألحقنا بهم زرياتهم وقالتناهم من عمليهم من شيء يعني الصالح هيجيب عينته كمان معا الزريات بتاعته كمان معا بصلا الأب والأم بابين واسعين جدا من أبواب الجن رغم أنف رغم أنف رغم أنف رغم أنف من يا رسول الله قال من أدرك ولدي عند الكبر أحدهم أو كلاهما ولم يدخل الجن بسبب أن أنت منتش عارف تبرهم فاللي عنده أب لسه ربنا مديله طولة العمر يكرم أبوه في حاجات كده ما بنعرفش نعوضها ولا نعرف نكافئها منها عمل الأب وجهد الأب وحب الأب وتضحية الأب كمان الأب دعا مستجاب حديث سيدنا أبو هريرة برضو ثلاث دعوات مستجاب منها إيه لا شك قال مستجاب ولا شك فيه يعني هيستجاب وهايستجاب دعوة الوالد لولده لما يجي الأب يدعي لابنه دعوة مستجاب ودعوة المسافر ودعوة المظلوم التلاتة ربنا بيستجبهم يعني أننا أجع أقول تعالوا نكافئ فضل الأب صعب على الفكرة الحديث برضو بتاع سيدنا أبو هريرة لا يجزي والد ولد والدا إلا أن يجد مملوكا عمر الولد عمره ما يعرف يجازي أبوه إلا لو جاب مملوك عبد من مملوك فيه يشتريه فيعتقه خلاص هو ده عارفين يعني هو فممكن يكون ساعتها كده هو وفاه اليتيم أصلا في اللغة عبارة عن إيه؟ الي فقد أبا حاجتين زي ما قلتلكم بنلاقي صعوبة فعلا إن إحنا نكافئ أو نرد الجميل بتاعها أو نعرف فيه إيه بس بالإستعانة بالله ربنا بيعين صراحة ربنا عينك لو استعنت بالله أول هكسح كلكم قصة الراجل اللي كان في الصحراء ومش لايما سعر بيته عطلته أه رب يا معدية فيها ناس وبتاعه كده وقال له توصلني قال له وصلك وقال له بكام قال له والله لا يعني دي لله قال له يا غلتها قوي ها ما هي ما تبقى لله وفي غليها غلية غلية قوي أردها إزاي؟ ده أمر بيبقى غالي التاني إنك تكافئ أبوك اللي تعب اللي ضحى اللي سهر اللي اشتغل وشأ وتعب عشان يوفر لك تعليم ولا لقمة ولا لبس ولا كودش جديد يجيبه ويقتطع منه أو محتاج فرص التعليم أفضل يقعد ويكحمل ويكامعية ومش عارف أو إيه أو كذلك عشان بس يبقى لك مكانة حتى في المجتمع الوحيد اللي بيبقى عايزك أفضل منه هو أبوك لكن للأسف يعني للأسف بنشوف يعني نمازج حتى لو كان أخطأ الأب وفي نقولك معصوف التربية مش فاهمين بس بيحب بيحب أولادك ممكن يكون مش عارف يوصل لك الحب ده أو من كتر التعب والهم والشغل اللي باللتنشر والتلتنشر سي مش قادر عشان يحلم نفسه من روم عشان يجيبها لك كنت شفت صورة يعني لأب مغترب وكانت مش عايز أقولك مش عارف أجيب عليك كم ألف تعليق والأب قاعد حاطت صور أولاده والمكان لا فيه فرش ولا فيه غطى ولا فيه أي حاجة وقعد أقل كده قولك ده في الغربة مغرب ده مش هالله ده في الغربة ولا عارف الغربة دي تمنهين ولا عارف أبوه بيضحي بإيه وعايش إزاي قولك عايشين على التونة والجبنة وأي سندوتش من بدا لا يعني عشان يوفر لأولاده عيشة كريمة ومدرسة نظيفة ويعودوا عيشة محترمة هو ده فيعني صعب صعب أنك توفي بس لازم لازم تبقى فهمك في حاجات صعب علينا أن احنا نوفيها أه منها فضل الأب ويعني إزاي ده احنا نكرم أبونا ومنه لكن أنا عايز أقول لكم أنه ممكن نكرمهم لو طلعت ولد صالح ولد صالح يدعو له ويجي كده تدخل وتشفى على أبوك بصلاحك يوم القيامة الأب له حرم يا جماعة لوت احترام وتقدير وتوقير عند الأبناء لما أقول يوم القب لا مش يوم ده المفروض لعمر كله ما ينفعش أننا نتجاوز احترام أبويا وتقدير أبويا وده دور على فكرة على الأم يمين بتعلم عيالها من يقول لأ أبي لا لا لأ لما أبي هيج لا نستأذن أبوك هي اللي دورها تعاير من الأولاد الصغيرين إزاي يوقروا أبوهم من الصغر وإن هي ما تهمشوش مش يجي بقى الأم تقول لعيال شفت أبوكم إنه لله عمل كذا وكذا وكذا فينا شوف كابو عمل وسوه أبوكم خرب كذا وكذا فتشحن الأولاد ضد أبوهم ويخسر الأب مكانته في قلب أولاد لكن الأم والزوجة الصالحة ما تعملش كده بالعكس عارفين بتعطي قيمة ومكانة لزوجة ميجا ما قدرش نستأذن ما نقدرش نعمل لأ لأ بابا لو احتراموا لأ قول إنا أسف يقب لا إستفروح بوس إيد أبوك الأم اللي بتعمل كده وهي اللي بتعلق قيمة ومكانة زوجها ودوره كأب في حياة أولاده ليه؟ هتحتاجه وهتحتاجيه والله هتحتاجيه في مرحلة المراقة وبشكل أساسي بعد كده يعني من 11 و12 سنة وانت طالعة وانت دور الأب فوق 80% عايزة أقول لي تمام طيب إرداء الأب وان أنا يعني أحرص على رد أبويا ده أمر شرعي وأخلاقي إنك ترد أبوك ده أمر شرعي أنت ملزم بي على فكرة طالما مش في معصيد ربنا سبحانه وتعالى حديث سيدنا عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضى الله من رضى الوالد وسخط الله من سخط الوالد أنا نفسي أولادكم يعودوا يسمعوا الحلقة النهاردة أو أنتوا سمعوها وقولها لهم أو اعدوها لهم تاني في الإعادة تاني يوم المهم من أن أولادكم يسمعوا كلمة قيمة الأب قيمة ونعلل حاجات اللي بقت كده والأب ما عرفش إيه وطلع عليه بقى أفلام وكوميكسات وهاشتاجات كلها ضحك وسخرية وتقليل وكأن دولة ناس ما بتفهمش حاجة وكأن لا 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 يا ابني ما في حد في الدنيا هيحبك أكتر من أبوك ومك لازم تعرف أن من الكبائر عقوق الوالد حديث عبد الله بن عمر بن العاص قال جاء أعراب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر قال الشرك بالله قال سمك قال عقوق الوالدين لازم تبقى فاهم كده أن الشرك بعدها العقوق على طول حوء الأب مش فاكرة أنا جمعت لكم بتاع 17 ولا 18 خليك إحنا مع بعض عدوا معي أول حاجة الأب له حق كبير أوش بعد الله سبحانه وتعالى وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنس بن مالك لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين يبقى حب الأب ده دليل طبعا على مكانة حب الأب يبقى الله ورسوله والوالدين بعده هو ده الترتيب على فكرة وده شوف تعزمهم الأمر بيبقى إزاي في قلبك لازم يبقى معظم كده لازم يبقى فيه تقدير واحترام كده تاني حاجة من حقوق الأب والواجب عليك أنك تعرفه الأب يرس ويورس للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقرب والنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقرب ما يقل منه أو كسر نصيبا مفروضا بيورس للتين ده برضو من الحقوق الأب بينفق على أبيه كل ما أنفقتم من خير فلوالدين والأقربين جاء راجل للنبي على السلام قال يا رسول الله ده احتاج مالي نحتاج مالي الأب قال أنت وملك لأبيك زي كده يا ابن هم كانتش بيمنع عنك حاجة أسا أنا أتكلم عن ناس السوية على فكرة يعني أتكلم عن ناس السوية مش اللي روح يرمي مين على مراته طلاء فيطلق الزوجة ويطلق العالب المر لا 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 ما أنيش دعوا بالناس اللي غير سوية دول أنا أتكلم على الراجل المطحول يقولك أستحمل عشان خطر أولادي أعمل كذا عشان أشوف شغلة تانية عشان كذا عشان مثلا أعمل لأولادي كذا وكذا وكذا المعنى ده معنى طيب ومعنى جميل رابح حاجة الأب هو لله تسمية الأولاد النبي صلى الله عليه وسلم سمى ابن إبراهيم وسمى الحسن والحسين وسمى ابن أبي طلحة وحنكه بالتمر يعني الأب هو لله حق التسمية كمان الأب بيربي أبناء وعلى الدين بتاعه ما من مولود إلا ويلد على الفترة في أبواي وهوداني أو نصراني أو يمجساني إيه اللي بيحصل؟ الأب هو لله حق الأمر ده سادس حاجة الإحسان للوالدين أصلا فريدة فريدة وعبودوا الله ولا تشركوا به شاين بعد عبادت ربنا وعدم الشرك التوحيد يعني بعدها إيه؟ وبالوالدين إحسانا خلاص عشان بقوا ما فاهمين سابح حق الأب هو لله حق اللي يزاوج ابنته وما ينفعش البنت تزاوج نفسها عشان بس انه بقى فاهمين اللي بيحصل الناس اللي بتسمع مش بنت تزاوج نفسها حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها لازم كده حديثها عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ما ينفعش فنكاحوها باطل قالتها ثلاث مرات فنكاحوها باطل فنكاحوها باطل الأب هو لله حق الأمر ده هو الولي تمن حاجة الأب يطاع طالما يأمر بمعروف ويأمر بخير كن يا أبتي قال له إيه؟ يا أبتي افعل ما تؤمر ها؟ ستجدوني إن شاء الله طالما أنت ما تقول حاجة طالما أنت أمرت بكده الغلام لما جيه غلام يهودي مرض والنبي صلى الله عليه وسلم راح يزوره قال قل لا إله إلا الله فبص الأبو الوات صغار بص الأبو فسكت أبو فأعاد الرسول الله أبوه له النظر فنرص الأبوه تاني فقال أبيه قطع أبا القاسر فقال الغلام أشهدوا أن لا إله لو أشهدوا أن محمد رسول الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ الحمد لله الذي أخرجه من النار. بص لأبوه. ياخد رأي أبوه. بس طبعا طالما في إيه؟ طالما يعني طيعه طالما مش في معصيه. طيب تاسح حاجة. أصلا ما فيش طاعة للأب ولا الغيره. في الكفر والعصيان. يبقى له الطاعة بس في المعروف والإيه والخير. الله عز وجل يقول. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. ليه؟ إن استحبوا. الكفر على الإيمان. ما ينفعش. طالما قالوا كفر على الإيمان. لا ما خلاش. ما فيش طاعة. الله عز وجل يقول. وإذا قال إبراهيم لأبيه وقام. إني براء مما تعبدون. ليش دعوه. حتى أبوه حتى أبوه. لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله. ولو كانوا أباؤهم. ما ينفعش. يبقى ده الطاعة. الطاعة له في إيه؟ في الخير والمعروف. عاشر حاجة الأب بيداوي عالك. ولو الأب هو اللعيي. الإبن يتكفل بنافقة علاج أبيه. وإن كان للأب أبناء تانية. واجب عليهم كلهم يتقسموا في علاج أبيهم. ما يتسابش. ما يتسابش. إنت لو كنت صغير وإنت هو اللي كان بيقوم عليك وعليك. ده كان يمكن يقطع من حاله ومن لحمة علشان يجي عليك. فده حق. هو إنت لو عيه. إنت مفروض عليك أنك إنت تعالج أبوك. والله وما علمنا لمن برقة ولا من خير أصابت عبد ولا ابن إلا كان له حال نفقة ورعاية لأبيه وأمه. وبرك الدعا له. عليه وعلى أولاده وعلى أهل بيته. وأعرف ناس وأنا بحكي لكم الجملة دي. أنا عيني على طول كده. جابتهم. مخرح لهم على طول. أعرف ناس. كانوا في ضلق وفي عيش يعني كرب شديد. ولكن ببر الابن الأبو. للأب يعني بالذات الأم لسه كانت عايش. حتى بعد ما ماته. الله عز وجل كرامه أخر كرام. إلا ما هو كده. بر الوالدين بيجي برك وعليك وعلى أولادك. رقم 11 الأب ينصح. آه. لو هو على معصية أو على حال. أن ننصحه. ولكن بالأدب. زي مين سيدنا؟ قال لأبي يا أبتي. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي بس قال إبراهيم لأبي أذر. أتت تخذ أصنع من قالها. إني أراك وقامك في ضلال مبين. يا أبتي يا أبتي يا أبتي ينصح ينصح. رقم 12 الأب يعاني. يعاني. إذا طلب العون منك عينه. اوعه. اوعه يا جماعة ما دباشتنا حقق بجد. علامات الساعة الكبرى والله. عينه أبوكو. محتاج حاجة. تساعدوا في حاجة. تقول لك لا إحنا مش نروح من الزيارة ده علشان ما عرفش عندهم. إيه ما يخالك. ده أبوك يا أبتي. أبوك يا أبتي. لو احتاج أنك يستعين بيك. عينه يا أبتي. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ومين؟ وإسماعيل. ربنا تقبل مننا أنك أنت السامع. ابنتي شعيبة هم بناته. تقوليش بس إحنا. لأ بناته. قالت لنسك حتى يزر. وأبونا شيخ كبير. تساعد ابونا عشان أبونا رجل كبير. والحديث رغي ما أنف. رغي ما أنف. مرمغة أنفك في الطراب كده. من يا رسول قال من أدرك والدي عند الكبر أحدهم أو كلاه. ولم يدخل الجنة. رقم 13 الأب. بيقدب ابنه. آه. بيقدب ابنه. حديث سيدة ابن عباس. أكرموا أولادكم. وأحسنوا أدبهم. الحديث الثاني. كلكم راعوا. كلكم مسؤول عنه. كفى بالمر. إسمان يضيع ما يعول. الرجل راعي في بيت أهلي. وهو مسؤول عن رعيتي. موقف سيدة نبو بكر. هو بيوجه ابنته السيدة عائشة. لما حصلت مشكلة بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وقالت له. قل ولا قص ولا تحكي ولا تقول الله صدق. هو بيقولش الله صدق. وجاي ابوها يضربها. لكن نبع صامح حل بقى بينهم. حل ما بينها. مش شفتي بقى أنا حلت بينك وبين الرجل. آه. يقدب لو أنت كذا. لا تقدب ده أنت في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سابت التكلم كأنه زوجها يعني. شوف ده برضه من المعاملة الجميلة. مش بقى لأ أو مش عارف إيه. وتبقى خايفة من الزوجة والزوجة. مفيش الكلام ده. لازم نحاول أسري. لازم. رقم 14 الأب يستشار. وتطلب نصحته. زي مين؟ زي حديث ابن جابر. قال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم. نسائي شهرا. أو 29 يوم. يعني يا 30 يا 29 يوم. وبعد النزت يا أيها النبي. قال بقى كل أزواج إن كنتنا تريدنا لحاية الدنيا زيناتها. فتعلينا ومتعكونا وصرحكونا صراحا. وعايزين بقى الله ورسوله والدر الآخر. فلما قال للنبي عليه السلام كده. رح لعائشة أول واحدة. قال يا عائشة. أنا عايز أعرض عليك. أريد أعرض عليك أمر. بس ما تتعجليش فيه. حتى تستشيري أبويكي. يستشار الأب والأم. ليه؟ أكتر ناس خايفين عليك. أكتر ناس عايزين مصلحتك. أكتر ناس بيحبوك. قالت وما هو يا رسول الله. فتل عليه الآية. قالت بص الجمال أفيك يا رسول الله أستشيري أبوي. بل أختار الرهوة رسوله. وبعد رحلت زوجار كل قاله وماذا قالت عائشة. قاله وإحنا أختار ما أختارت عائشة. واستشار الأب. قال ليه؟ قال ليه خبرة. عايز مصلحتك. عايز صلاحك. لما القاضي شريح. جي حصلت خصومة بين ابنه وبين واحد تاني. فقلق الأبوه. لو كان ليه الحق هم جين يقضوا. فققوا قاضيهم. وإن كان لهم الحق فققوا صالحهم. يعني نصالحهم. لو هم لهم الحق. لكن لو لهم الحق أنا هقضيهم. فقضى أبوه للقوم على إبنه. فقال ليه ابن عاتب أبوه. قال له قال والله. شوفوا بقى. إنك لأحب عندي. ولكن الله عز وجل أحب إلي منك. هو كده. الحق آه بحبهم. بس الحق إيه؟ الله سبحانه وتعالى. بحب أولادي. بس أهم حاجة إيه؟ أعدل. وبقى شايف الله عز وجل وأوامره وحاله كذا. هم الأبقاء. رقم 15 دين الأب. لو عليه دين. السواء دين لله سبحانه وتعالى أمن العباد. يوفى. حديث الزبير. إن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم من خطعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركه والإسلام هو شيخ كبير. أبوه يا رجل كبير. وأسلم. لا يستطيع يركب الرحل ولا يطلع يحج. ومكتوب علينا الحج. أحج عنه. فقال أنت أكبر أولادي. النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. قال رأيت لو كان أبيك عليه دين لناس. أقضيته. قال دين الله أحق أنت أقضي. فيجزع عنه أو أحج عنه. شفتوا الأمر عامل إزاي. وسيدنا برضو جابر بن عبد الله كان لأبوه عبد الله دين. وبعد ما مات قضاه. قضاه عنه للغارمين. بعد استشهاد أبيه هو اللي قضى عنه دين أبوه. يبقى دين الأب يقضى. أنا بقولي الكلام ده ليه عشان ناس تفهم. عشان غياب المفاهيم للأيام دي. والأب مش حد كده خلفتونا ليه. وأنت بتعرف تعمل وانت مش ده دوركو. لا 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 لا. وقر أبوك. في صغرك وفي كبرك. اتعلموا البر من الصغر. وانت كأم يعلميهم. علشان عالي يطلعوا كده. وطلعوا فاهمين. وطلعوا حتى يوقروك. ويوقروا أبوه. طب رقم 16. خدمة الأب. نوع من أنواع الجهات في سبيل الله. وصاحبهما في الدنيا معروف. أنا شكر ليه ولي والديك. الصحبة بالإيه بالمعروف. والله عز وجل قرنها. قرن شكر الله سبحانه وتعالى بشكر الوالدين. لما جاء الراجل للنبي على الصلاة والسلام يقول له استأذنه في الجهاد. قال أحين والدك؟ قال نعم. قال ففاهمها في جهاتي. روح جاهد فيه. واحد تاني جاء للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام أن هو يبايعه. عايز يبايعه عن الهجرة. قال أبايعك على الهجرة يا رسول الله والجهاد. أبتغي الأجرة من الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال. هل من والديك أحد حي؟ حد من أبوك ومك صحين؟ قال اللي اتنين. قال نعم كلا هما. اللي اتنين حيين. قال أتبتغي الأجرة من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهم. هو ده. هو ده لدخل الجنة. رقم 17. بر الأب من أبواب الجنة. حديث سيدنا ابن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردى الرب من ردى الوالد. وسخة الرب في سخة الوالد. عايز أن تدخل باب الردى على الله سبحانه وتعالى اردى بكمك. حديث الثلاثة بتوع الصخرة اللي اتقفلت عليهم. وتنجى واحد منهم بسبب بره بأبو أمه. طيب رقم 18. الدعاء. الدعاء الصالح له كربة وفايدة. لو أنت أولد صالح فعلا هتدعي لابوك ويبقى قربة له. إذا مات ابن قادم انقطع عمله إلا من ثلاثة. صدقة جريع ويعلم انتفع بك أو ولد صالح يدعو له. فلو أنت صالح هتدعي. لو ما بتدعيش يرجع بقى صلاحك. يعرفوا الكلام ده. وعرفوا أن فيه ممنوعات. ممنوعات بجد في التعامل مع الأب. أنك أول حاجة يحرم عليك أنك تتسبب في الإساءة إلى أبوك. يحرم عليك كده أنك تتسبب في الإساءة. من قصد أو غير قصد. أو تتسبب في لعنة أبوك. حديث عبد الله بن عمر قال عن مساء صلى الله عليه وسلم مرفع. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدي. قيل يا رسول الله. وكيف يفعل عن الرجل والدي؟ قال يا سب الرجل أبا الرجل. فيا سب أباس وأسبهم. يقوم جاي سبب ده. فلا يقول عليك. استغفروا الله. وتاني حاجة برضو أنك تسبهم أو تلعنهم مباشر. كنا لعلي بن أبي طالب. رضي الله عنه. تحديث. كنا لعلي بن أبي طالب. أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله. طبعا سيدنا علي المعروف ما كانت. قال ما أصر إلي شيئا كتمه الناس. أبدا للنبع عمره ما قال لي حاجة كتمه عن الناس. عليه الصلاة والسلام. ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى محدسا. ولعن الله من لعن والدي. استغفر الله. مباشر غير مباشر. خلوا بالكم. وبرضو عن عبد الله بن عباس. حديث عن النبي. ملعون من سب أباه. ملعون من سب أم. ملعون من زبح لغير الله. ملعون من غير تخوم الأرض. ملعون من كم أعمى. عن طريق أنه سابه كده وما دلوش. ملعون من واقع استغفر الله على بهيمة. ملعون من عمل قوم. إنه تستغفر نسى الله العفو والعفية. قوله آمين. تالت حاجة من الممنوعات. إنك تعملها. إنك تتبرق من أبوك. لا لا مش ابنك ولا عايزك ولا عايزك. لا لا لا. دي كبيرة وجريمة. الحديث برضو بتاع سيدنا أبو زر. ليس من رجل الدعاء لغير أو الدعاء من غير أبيه. وهو يعلم وعرف أبيه إلا كفر. حديث سيدنا أبو زر. رابح حاجة من الممنوعات. إنك أنت ما تقدمش حد عليه. سوى مين؟ سوى الأم. هي الأم بس اللي ما اسمح لها. لكن ما تقدمش حد على أبوك أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال. إذا فعلت أمتي خمسة عشر خصلة. حل بها البلاء والعايزة بلاء. أقول لها لكم في حلقة بعد كده. منها إذا بر الرجل صديقه وجفى أباه. خمسة أشهر حاجة لو اتعملت تلعنة. استغفر الله. أنا صلى الله عليه وسلم والعافية. أقوله آمين يا رب. يبعل عننا اللعنة يا رب. لا من بعيد ولا من قريب ولا من أي مكان. أقوله آمين. لما سيدنا أبو رايرة قال لرجلين ما هزم. قال أبي. قال لا تسميه باسمه. هو واحد تسميه باسمه كده. تقول لك. ولا تمشي أمامه. ولا تجلس قبله. كنت تعود كده. هو لسه قاعد. ولا قاعد وحطت رجل على رجل. ولا مش عارف إيه. لا. ووعى تخليه يدعو عليك. فدعوته مستجابة. اوعى. دايما استردبوك. دايما. عن أبي هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة دعوات مستجاب. لا شك فيهم. افتكروا الحديث ده. دعوة الوالد على ولدي. حلو. مستجاب. ودعوة المسافر ودعوة المزوم. طب اللي أبو مات. بره بعد موته. اللي له أب. توفاه الله. بره. تصدق عنه. طلع له صدقة جريه. اعمل عمل صالح. ونهو النية العمل الصالح له. اعمل له أفضل صدقة الماء. سقيا الماء. اعمل له بير مية. في مكان. أعرف ناس بيعملوا بير مية. في مسجد. فياخدوا سواب الوضوء. والمسجد وسقيا الماء. اعمل أي عمل صالح. خليك أنت صالح. ما هو بصلاحك ربنا هيكرمك. مش هتبقى تفر منه يوم القيام. ده أنت تشفع له يوم القيام. بره أبائك يا جماعة. ويوم الأب مش يوم. عيب. ويوم الأم مش يوم. ويوم القس مش كان. يعني هي العمر كله. ده دين. ده سام. ده دين. احنا أوامر جيلنا. وإحنا ننفذك. طول الحياة طول الحياة. قدوا الله سبحانه وتعالى. يرزقنا وإياكم بر الوالدين. اللهم أمين.